السلام عليكم واشراكة جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفني لابنائي وبناتي طلبة الصف الاول تخصص ميكانيكا اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا وفي بيتنا مدرسة موضوع حلقتنا النهاردة مختلف ليه؟ لانه هيخاطب الطلبة طلبة الصف الاول تخصص ميكانيكا وكمان ولي الامر او اي حد قاعد بيسمعنا هيستفيد من حلقتنا النهاردة حلقة النهاردة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن مادة مهمة جدا من مواد تخصص الميكانيكا المادة اسمها مادة التكنولوجيا العامة مادة التكنولوجيا العامة بيدرسها جميع طلبة التخصصات الميكانيكية الصف الاول طيب التكنولوجيا ضرورية بالنسبة لنا؟ اه طبعا تكنولوجيا ضرورية جدا والتطور التكنولوجي ضروري جدا بالنسبة لنا لانه اول حاجة بينمي مهاراتي انا قطالب او قطالبة او بينمي مهارات اي حد عموما ازاي بينمي مهاراتي ان انا الاول لازم اعرف ايه هي قدراتي او ايه هي نقاط القوة اللي موجودة عندي وبعد كده ابدأ اطور منها وابدأ اناميها واحنا عارفين ان التنمية والتطور ما بيجيش كده لا ده ليه خطوات والخطوات دي بتيجي تباعا انا بتتباعها زي ايه هديكم مثال كده زي مخترع التلاجة مخترع التلاجة ده كان راجل قاعد في حاله كده عادي خالص وبعدين كان راجع من الشغل وجاب طبق اكل وقاعد ياكل فيه قطعة لحمة قطعة اللحمة دي سبها في درجة حرارة الغرفة العادية ومشي راح شغله جي تاني يوم عمل ايه بيبص على قطعة اللحمة لقاها فسدت بازل فقاعد يفكر بدأ يعمل ايه بدأ يشغل دماغه ايه التبانى لو خدت القطعة اللحمة دي طبعا قطعة اللحمة سليمة وطلعت بيها في مكان اعلى شوية يكون جيد التهوية وسبتها يا ترى ايه اللي هيحصل بدأ يعمل ايه بدأ يجرب بدأ يمارس خد قطعة اللحمة وطلع بيها في مستوى اعلى شوية وبدأ يفتح المكان للتهوية وحطها وسبها يوم لما رجع لقا ايه لقاها سليمة فبدأ يشغل دماغه ويفكر ويستنتج من كده ايه ان كل ما ارتفعنا عن الارض بتقل درجة الحرارة درجة واحدة مقاوية وده معناه ايه ان مع انخفاض درجة الحرارة لما درجة الحرارة بتنخفض درجة مقاوية كل ما ارتفعنا عن الارض ايه اللي بيحصل بيحصل ان الاطعمة دي او الحاجات اللي هو كان موجودة عنده بتبدأ تحصلها عملية حفظ فبدأ يطور من نفسه اكتر وبدأ يعمل ايه بدأ يعمل بيوت من التلج التلج داجي منين التلج داجي من الامطار الامطار في البلاد الاوروبية المطر بيبقى نازل على هيئة تلج فبدأ يعمل بيوت من التلج ويحفظ فيها الاطعمة كل ده هو عمال يطور من نفسه بعد كده عمل ايه بعد كده قاعد يعمل عبارة عن رقائق تبريد وبدأ يحفظ فيها الاكل لحد ما طور الفكرة وتوصل لفكرة التلاجة وطبعا بدأ يعمل ايه بدأ يقول ان التلاجة دي عايزة كهرباء وعايزة اجهزة معينة علشان توصلني لدرجة تبريد اعلى من هنا بنقول ايه او بنستنتج ايه بنقول ان التطور لازم ليه حجر اساس حجر الاساس في حلقتنا النهاردة هو مادة التكنولوجيا العامة حجر اساس لايه حجر اساس لطالب التعليم الفني اللي لسه داخل سنة اولى تخصص الميكانيكا لسه الطالب جاي من تلتة اعداد دي اتعود ايه اتعود الشرح يتشرح له ازاي ااخد علوم ااخد دراسات ااخد عربي اي مادة بتتشرح ايه بتتشرح نظري باعد اسمع واعد اذاكر وادخل الامتحان لا مادة التكنولوجيا العامة مادة مميزة جدا بتنقسم الى قسمين القسم الاول القسم النظري وفيه مجموعة من الابواب هنقول نبازات عنها النهاردة والقسم التاني او الجزء التاني الجزء العملي يعني ايه يعني الجزء او الدرس اللي هيتشرح لي في الفصل فوق يا سنة اولى هنزل تحت امارس عملي لو اتشرح لي المبرض هنزل تحت امسك المبرض واشتغل اعمل تمرين لو اتشرح لي فوق مكينة المسقاب في الفصل هنزل القسمة او التخصص او الورشة بتاعتي اعمل ايه اتضرب ازا يقف على مكينة المسقاب وازا يركب البنطة وازا يقوم بعملية التأ نبدأ حلقتنا النهاردة ونتكلم عن مادة التكنولوجيا العامة وكمان في خلال حلقتنا هنقول بعض المشروعات الزغيرة اللي ممكن انا كطالب بمساعدة ولي الامر اللي هو بابا او ماما او المدرس بتاعي اعمل مشروع زغير واستثمر نفسي واستثمر طاقاتي نبدأ كده درس النهاردة مش درس هو احنا قلنا حلقة عامة عن مادة التكنولوجيا مادة التكنولوجيا العامة للصف الاول جميع التخصصات الميكانيكية تعريف كلمة التكنولوجيا قبل ما اقول اصلا تكنولوجيا وتطور لازم الاول اعرف يعني ايه كلمة تكنولوجيا هي كلمة يونانية الاصل بتتألف من جزئين او مقطعين اول جزء تكنو تعني ايه فن او حرفة او اداء لوجيا الجزء التاني من الكلمة وتعني المجدرة على الاداء او التطبيق وهي مصدر للمعرفة يعني كلمة تكنولوجيا معناها فن الاستخدام او التطبيق ازاي انا الشيء اللي معايا اقدر افكر بطريقتي وقدراتي انا واعلي من قدراتي واستخدمه بفن الاستخدام اللي هو ايه اللي هو التكنولوجيا طيب ايه كمان هنشوف صورة كده مع بعض دلوقتي دي بتعبر يعني ان فيه التكنولوجيا متطورة وليها اجزاء كتير ايه هو الهدف من دراسة مادة التكنولوجيا قبل ما ادخل كده وابقى طالب في سنة اولى لازم الاول اعرف المادة اللي انا بدرسها دي ايه هو الهدف منها الهدف هو ان انا بتعرف على العدد والآلات والادوات والماكينات اللي موجودة بالتخصص اللي موجود عندي ليه بتعرف على العدد دي طيب العدد دي زي ايه اللي احنا نشوفها مع بعض دلوقتي زي المبارد وزي المنشار وزي مكينات المسقاب طيب انا ليه بتدرب عليها او ليه بتعود او بتعرف على العدد لمواقبة سوق العمل يعني ايه لمواقبة سوق العمل علشان بعد ما اخلص ان شاء الله باذن الله اخلص التلات سنين الدبلوم انا اعمل ايه فيه حد هيقول انا هكمل هكمل دراسة هدخل كلية هندسة هكمل اي دراسة ايا كان انا حاجة اتحقق ذاتي وتحقق حلمي طيب انا لما ادخل هندسة لازم يكون عندي الفن والمهارة ان انا استخدمت الادوات اللي انا هبدأ اتدرب عليها طيب انا مش عايزة اكمل دراسة خلاص انا حسس ان انا اخدت الدبلوم بتاعي وانا عايزة اشتغل عايزة انزل بقى حقق نفسي وانزل اشتغل اي شركة او اي مصنع عن روحه هيتطلب مهارات معينة احنا من خلال مادة التكنولوجيا اللي زي ما احنا قلنا هي حجر الاساس للتعليم الصناعي لاني من خلالها بتعرف على جميع العدد والالات اللي موجودة في داخل جميع التخصصات في مادة التكنولوجيا العامة انا بتعرف من كل تخصص باخد نبزة كل درس من دروس مادة التكنولوجيا العامة هو تخصص بزيته البرادة اللي بدرس فيها المبارد وبدرس فيها المنشار اللي هي ورشة البرادة دي ده تخصص السباكة تخصص النماذج تخصص الخراطة تشغيلة على الماكينات ده تخصص فكل جزئية أو كل درس هاخده في مادة التكنولوجيا يعتبر تخصص بذاته في التعليم الفني وديه تحت مسميات تخصص الميكانيجي نشوف كمان مع بعض كده دي صورة لبعض العدد والآلات والأدوات اللي احنا هنتعرف عليها من خلال دراستنا لمادة التكنولوجيا اهمية مادة التكنولوجيا العامة ايه هي اهميتها اول حاجة معرفة التكنولوجيا الحديثة والتطبيق عليها عمليا في مجال الصناعة يعني لازم اتضرب واعرف ايه هي اكتر العدد واكتر الأدوات اللي انا هستخدمها وطبق عليها علشان تساعدني في مجال الشغل بعد كده موجبة كل ما هو جديد ومتطور في العلوم الهندسية ما انا لما ابدأ من الاساس واعرف ازاي الشغلة دي بتتعمل من البداية هابقى مواكب التطور مرحلة بمرحلة وكده هيبقى عندي تطور للعلوم الهندسية دي صورة بتبين ان انا مادة التكنولوجيا بتجذبني او بتخليني اطور من ذاتي ومن نفسي وبينتج عنها قدرات كتير جوية النقطة اللي بعد كده موجبة خريج طلاب التعليم الصناعي دي من اهمية مادة التكنولوجيا ان الطالب خريج التعليم الصناعي بيكون مواكب للتطورات اللي موجودة علشان تأهلني لسوق العمل كطالب ان انا اقدر اشتغل واقدر اروح الشركة او المصنع اللي انا هشتغل فيه واقول انا عندي مؤهلات 1 2 3 بقدر اقف على مكينة المخرطة بقدر اقف على مكينة المسقاب وعندي مهارات اقدر ادخل بيها سوق العمل رقم 4 رفع مستوى الطالب بالتعليم الصناعي رفع مستوى الطالب بالتعليم الصناعي طبعا المادة بترفع جدا من مستوى الطالب ان انا جاي طالب لسه ما عنديش اي مهارات خالص من الاعدادي ببدأ اطور من نفسي ومن ذاتي طبق عليه عملي فده بيعمل ايه بيرفع مهاراتي وكمان بيعرفني قدرات مش موجودة عندي يعني انا دلوقتي مسكت المبرد واشتغلت الله ما انا عندي قوة هو اقدر امسك المبرد واشتغل مسكت المنشار وبدأت انشر انا كمان عندي تركيز عالي ان انا بدأت احدد النقطة اللي انا عايز انشرها وابدأ اعمل لها عملية نشر او عملية تق كل ده او الحاجات اللي احنا بناخدها في مادة تكنولوجيا بترفع من مستوى الطالب علشان تأهيني ان انا ندخل سوء العمل باريحية نشوف كده الصورة مع بعض هنا احنا قلنا ان المدرس بتاع المادة هو اللي بيساعد الطلبة وبيأهلهم علشان ان شاء الله يدخلوا سوء العمل وهم باريحية بس روح التعاون والتدريب على العمل الجماعي بين الطلبة يعني ايه يعني وانا بشتغل في القسمة او في الورشة بتاعتي في روح تعاون انا ما بشتغلش الواحدي احنا بنبقى مجموعة مكونة من خمس طالبات ومعايا انا المستر او المس وبيبدأ يقولولنا احنا نعمل ايه النهاردة الخمس طالبات دول او الخمس طلبة دول هيشنكروا وقفنا عند مرحلة الشنكرة المرة الجاية هتقفوا على مكينة المسقاب ده بيحصل ايه بس روح التعاون ان انا بتعاون ان انا بتعلم او بتعاود على العمل الجماعي ان انا ما بشتغلش الواحدي لا انا معايا مجموعة من الطلبة والمدرسين واحنا بنبدأ نشتغل مع بعض النقطة اللي بعد كده التعرف على مجموعة المهارات والاسليب اللازمة في مجال العمل المهارات اللي انا اكتسبتها اللازمة لسوق العمل زي ما انا قلت بقى عندي تنمية القدراتي وعندي تنمية المواهبي هنا بنقول ان المادة بتنمي روح الجماعة مع الطلبة وان احنا ممكن نقدر نبحث مع بعض عن اي حاجة احنا محتاجنا الخطة الدراسية للمادة المادة دي انا قلت هي ليها جزئين زي ما احنا اتفقنا ليها جزء نظري ده بغضو في الفصل وليها جزء عملي بيتطبق في الورشة او في التخصص بتاعي الخطة الدراسية للمادة بياخد حصتين في النظري وتامن حصص في العمل نبدأ بقى نتكلم عن المنهج النظري لمادة التكنولوجيا الباب الاول التشغيل اليدوي يعني ايه تشغيل يدوي التشغيل اليدوي يعني اي حاجة باشتغلها بايدي او بستخدم فيها ادية هي تشغيل يدوي المبرض وانا بقوم بعملية البرادة تشغيل يدوي المنشار تشغيل يدوي عملية التأب والخراطة والالوازة والتخويش والبرغلة كل العمليات دي تسمى التشغيل اليدوي اي حاجة باشتغل فيها بادي او اي عملية بتسمى بالتشغيل اليدوي الباب الاول بيضم ايه بيضم مجموعة من مجموعات التشغيل اليدوي اول درس موجود هو المبارد خلي بالكو اننا جايبة بس فقرات من الدروس يعني عنوين وبتكلم عن اهمية مثلا المبارد بقول اهميتها ايه وبقول بس نفذة بسيطة عنها انما كل درس من دول درس كامل يعني انا كد بس عنوين ان شاء الله لما تدخلوا سنة اولى هتلاقوا كل درس لمجموعة من الفقرات والعنوين نشوف كده التشغيل اليدوي المنشار هو عبارة عن اداة قطعة او فصل المواد اما يدويا او آليا ودي صورة للمنشار احنا قولنا ايه قولنا ان احنا بنطور من نفسنا احنا بنقول ان المنشار ده اداة قطعة اما يدويا ممكن استخدمها عن طريق ايديها وممكن استخدمها آليا وده المستحدث والمطور المنشار الآلي اللي هو بيشتغل تلقائي من نفسه بزبطه وببدأ احط عليه الشغلة وهو بيقوم بعملية النشر انما المنشار اليدوي احنا قولنا هناخد الاساسيات الاساسيات وحجر الاساس في مادة التكنولوجيا العامة نشوف كده كمان مع بعض دي الوقفة الصحيحة او الوقفة السليمة اثناء عملية النشر دي برضو من الحاجات اللي احنا هناخدها في الجزء العملي هيتشرح لنا في النظري المنشار واسلحة المنشار وازاي بركب سلاح المنشار انما في الجزء العملي هاخد ازاي بقف وانا بقوم بعملية النشر لازم يكون ضهري مفروض ولازم رجلي تكون زي ما احنا شايفين في الصورة سابقى رجل وبمسك المنشار وبقوم بعملية نشر وانا ببدأ بعملية النشر في الاتجاه الامامي بالضغط على المشغولة تبق عند الرجوع خلاص ما بضغطش على المشغولة عشان ما قصرش اسنان المنشار من كمان التشغيل اليدوي والباب الاول بيتكلم عن المبارد المبارد دي عبارة عن ايه؟ احنا بتهائي شفنا المنشار وشفنا المبارد وشفنا العدد البسيطة دي كلها هي عبارة عن عدة تشغيل يدوية متعددة الاسنان زي ما احنا شايفين اسنانها دي بتعمل ايه؟ اسنانها دي بتقوم بعملية اسمها عملية البرادة على المشغولات ودي حسب الشكل المطلوب عندي لو مطلوب شكل مربع هستخدم مبرد مربع مطلوب شكل مسلس هستخدم مبرد مسلس واحنا قلنا ان كل فقرة من اللي انا هقولها ليها درس كامل ان شاء الله هناخده في بداية العام الدراسي في مادة التكنولوجيا نشوف كده مع بعض دي انواع المبارد فيه مبرد مستوي مبرد نصف دايرة مبرد دائري مبرد مربع مبرد مسلس وفيه مبارد للالات الدقيقة لو انا عندي مشغولة زي تدقة عالية او زغيرة في السمك او زغيرة في العرض وعايز اشكلها هستخدم مبارد الالات الدقيقة كده احنا قلنا المبارد وهنقول كمان هنتكلم عن ازاي بقوم بعملية البرادة في الورشة هشتغل يعني احنا دلوقتي بنقول المبرد وانواعه لا انا هشتغل في الورشة هجيب قطع تخام والطالب يشنكرها عن طريق ايه ادوات الشنكرة هنقولها مع بعض ان شاء الله ادوات الشنكرة اللي هي بستخدم الادم الصلب وبستخدم بعض انواع البراجل حسب العملية المطلوبة مني او حسب الرسمة المطلوبة مني وببدأ اشنكر التمرين بتاعي واقوم بعملية البرادة علي لو انا طالب شكل مسلس هستخدم المبرد المسلس ده هقوم بيه عمليا داخل الورشة سنقول نشوف كمان مع بعض عندنا ايه تاني عملية التأب دي من ضمن عمليات التشغيل اليدوي لان برضو في عمليات التأب انا بشتغل بأدية هي عبارة او عمل التقوب عملية التأب هي عبارة عن عمل سقوب مستديرة او تجويف استواني بتعملي شكل استواني باكتار مختلفة عن طريق اداة القطع اللي هي البنطة البنطة احنا اكيد برضو كلنا ممكن نكون شوفنا البنطة دي عشان انا بركبها في الشينيور اللي هو اللي انا بستخدمه في تأب المشغولات البسيطة هو بيعمل ايه او قالت المتأب دي بتعمل ايه بتعملي تأب للتمرين انا محتاجة تقوب في التمرين برضو في عملية الشنقرة بحدده وببدأ اعمل عليه عملية التأب نشوف كمان ايه رسم للعمليات التأب عندي هنا الشينيور اليدوي وإحنا قلنا ان هي ممكن كمان التأب يكون يدوي عن طريق الشينيور ده وده كهربي ده بيشتغل عن طريق الكهرب وهنا كده مكينة المسقاب دي مكينة هنشوفها في الورش اللي موجود عندنا هتقوم بعملية التأب ودي البنطة اللي هي اداية القطع اللي انا بركبها في داخل المسقاب يسا انا قوله انا قلت ان احنا بنتكلم عن اجزاء بسيطة يعني البنطة دي درس الواحد في مادة التكنولوجيا بيتكلم عن البنطة واجزاء البنطة وزوايا البنطة كل جزء من اللي انا بقوله ده درس منفصل بزيته احنا النهار ده بس هناخد عنوين كده وتعريفات بسيطة علشان لما ادخل ان شاء الله وتبدأ السنة الدراسية الجديدة يبقى عندي على الاقل خلفية عن كل جزء من الدروس اللي احنا هنشرحها مع بعض ان شاء الله القلوزة ودي برضو من عمليات التشغيل اليدوي كل ده هندرسه في الباب الاول وهي عبارة عن قطع المجاري اللولابية بأشكالها المختلفة وبتتم اما يدويا او على المخرطة ممكن اعملها عن طريق ايديا او اشتغل على المخرط هنا عندي بقى ايه عندي الاجزاء او عندي العناصر اللي انا بقوم بعملية او عدد عملية الالوازة عندي نوعين من الالوازة الوازة خارجية والوازة داخلية الالوازة الخارجية اللي هي ايه زي ما احنا شايفين كده يا سنة أولى بصوا كده هنا فيه المسمار ده انا عايز اعمله عملية الالوازة اللي هي الخطوط اللي احنا شايفنا دي اسمها الوزة طب بتتعمل ازاي بربط المسمار ده على المنجلة اللي موجودة في القسمة عندي وده يدربك عليها المستر او المس وببدأ اركب حاجة اسمها لقم لقم الالووز اللي هي دي اللي هي اللقم اللي موجودة هنا دي وببدأ اللقم اهي دي لقم الالووز بركبها هنا في حاجة اسمها حامل اللقم دي عدة وطبعا نشوفها مع بعض ان شاء الله عمليا وبعد كده بربط المسمار على المنجلة وببدأ اخد ربع لفة وارجع تاني علشان الرايش ينزل لان لما بعمل عملية قطع للمعدن ده بيبقى فيه رايش الرايش ده لازم يروح فين لازم يخرج ودي بعض انواع للالووز اللي هو الالووز الخارجي عن طريق لقم الالووز والحامل ده كمان اسمه الالووز داخلي الالووز الداخلي ده ايه لو انا عايز اعمل صمولة بعمل ايه بركب زكر الالووز ده بركبه فيه البوجي الالووز ده او حامل الزكر وببدأ اقوم بعملية الالووزة وبرده هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله من خلال المادة انواع الالووزة فيه الالووز خارجي زي ما احنا قلنا والالووز داخلي اللي هو الصواميل الالووز الخارجي بيتعمل على المسمار شايفين كده مع بعض دي كده اللي احنا قلنا عليه ده هنا كده اهو يسا انا قول المسمار عملتلو ايه عملتلو الووزة خارجية طب انا عايز اركب عليه صمولة هبدأ اعمل لها الوزة داخلية وابدأ اعشقها مع بعض او اركبهم مع بعض ودي فكرة مشروع صغير انا كطالب بالمساعدة ولي الامر سواء بابا او ماما او مساعدة المدرس بتاعي ممكن اقوم بيها لانها عملية سهلة وبسيطة والادوات دي مش غالية ممكن بعد ما اتعلم في القسمة والتخصص بتاعي ابدأ ان انا اعمل المشروع ده مشروع صغير بمساعدة طبعا حد مساعد معايا زي المستر او بابا او ماما وابدأ ان انا اسوأ ولو بحاجات بسيطة يعني انا حتى لو مش هباعها يعني لو مش هستفيد منها ممكن اديها هدايا لحد انا حتى احس ان انا عملت حاجة فدي برضو فكرة مشروع صغير في مادة التكنولوجي وهنا كده برضو من ضمن عمليات الالوازة على المخرط كده احنا قلنا الباب الاول اللي هو التشغيل اليدوي وتكلمنا فيه عن عمليات كتيرة جدا زي عمليات البرادة عن طريق المبرد عمليات النشر عن طريق المنشار الالوازة اللي هي خارجية وداخلية وعمليات التأب وعمليات تانية كتير اللي هي زي البرغلق وزي التخويش برضو ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل الباب التاني من مادة التكنولوجيا العامة بعنوان نقل الحركة داخل الورش ازاي بتتم نقل الحركة داخل الورش هنشوف فيديو صغير كده مع بعض بيقول لي ازاي بتتم نقل الحركة داخل الورش وزي ما احنا قلنا ان كل جزئية كل جزئية من الفيديو اللي احنا هنشوفه مع بعض ده درس بذاته داخل التعليم او داخل مادة التكنولوجيا نقل الحركة بالسلاسل ودي عبارة عن ترسين مع بعض الترسين بيكونوا متصلين بجنزير او سلسلة زي ما احنا شايفين ودي نوع من انواع نقل الحركة وهنتكلم عنها بالتفصيل النوع التاني نقل الحركة بالتعشيق او بالتعشيق عبارة عن ترسين متعشقين مع بعض الترس الاول بيتحرك اللي هو الكبير زي ما احنا شايفين بينقل الحركة للترس الزغير دي نوع من انواع نقل الحركة نقل الحركة بالتعشيق المخروطي عبارة عن ترس وجزء مخروطي زي ما احنا شايفين وبيحصل نقل للحركة الترس من الشكل المخروطي ودي برضو طريقة طريقة كمان نقل الحركة بالسيور عبارة عن طارتين وفيه بينهم سير متصل وزي ما احنا شايفين ان الطارة كبيرة بتنقل الحركة للزغيرة وممكن العكس دي طريقة لنقل الحركة نقل الحركة كمان بالاحتكاك لو فيه طارتين فيه احتكاك او تلامس بينهم لما الطارة كبيرة بتتحرك بالتبعية بتنقل الحركة للطارة اللي جنبها اللي هي الزغيرة دي كده طرق او طريقة مجموعة طرق من نقل الحركة داخل الورش زي ما احنا شايفين ليه بقى انا بستفيد ايه كل طريقة من دول هنتكلم عنها بالتفصيل من خلال دراستنا لمادة التكنولوجيا العامة احنا هنتكلم عن الفيديوهات او هنتكلم عن المراحل دي كلها بالتفصيل وهنقول ازاي ايه هي عيوب نقل الحركة عن طريق الجنازير ويه هي مميزاتها وهنتكلم بالتفصيل كمان بعد كده عندنا الباب التالت يو احنا كده تكلمنا عن كام باب في مادة التكنولوجيا بابين اول باب التشغيل اليدوي الباب التاني اللي هو نقل الحركة داخل الورش الباب التالت المخرطة العامة المخرطة العامة دي زي ما احنا اتفقنا ان هي قسم مختص بذاته في التعليم الصناعي اسمه تشغيل على الماكينات ده قسم الخراطة ده هناخد في الباب ده انواع المخرطة واستخدامات المخرطة ازاي بقف على المخرطة واستخدمها ده فين؟ ده في الجزء النظر تب الجزء العملي الجزء العملي هاشتغل همسك تمرين واربطه على مكينة الخراطة وهبدأ اقوم بي الشغلة واطلع منتج عندي اقدر استفيد بيه تعريف عملية الخراطة هي عبارة عن عملية تشغيل بيحصل فيها ايه؟ بيتم فيها القطع بازالة الرايش من على المعدن ده بيحصل عن طريق ايه؟ تغلغه للحد القطع لألم الخراطة في معدن التشغيل فبيزيل جزء منه ودي كده صورة لمكينة الخراطة اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله داخل الورشة بتاعتي طيب اقلام المخارط هو انا هزيل جزء من المعدن عن طريق ايه؟ عن طريق قطعة او عن طريق عدة او عن طريق جزء اسمه ألم الخراطة ألم المخارطة ده هو مختلف يعني هو مش ألم واحد لا كل ألم او كل عملية ليها ألم خراطة معين وكل عملية من اللي انا بقوم بيها ليها نوع من أنواع المعدن لألم الخراطة يعني انا اكيد لو هعمل عملية خراطة لمعدن صلب مش هبدأ ايه؟ لازم استخدم ألم الخراطة يكون المعدن اقوى المعدن بتاعه اقوى من المعدن اللي انا هقوم فيه بعملية التشكيل أقلام الخراطة هي عبارة عن أداية قطعة على المخرطة وليها أشكال مختلفة ده بيتوقف ايه؟ حسب الهدف من عملية القطة دي كده بعض الصور لأنواع أقلام المخارط اللي موجودة عندي اللي أنا ممكن أقوم بيها عملية الخراطة الصورة موجودة قدامي وده كده صورة لعمليات خرط في عملية خرط خارجي ممكن أعمل خرط داخلي ممكن أعمل خرط قورة خراطة قورة كل ده بأقلام مختلفة وحسب نوع المعدن احنا كده اتكلمنا عن الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث طبعا دي أبواب ليها مادة علمية كبيرة جزا هنتكلم عن الباب الرابع التشكيل بدون قطع احنا خدنا التشكيل من غير ما نقطع اللي هو في ورشة البرادة لا الباب الرابع بيتكلم عن التشكيل بدون قطع بيتكلم عن ايه عن عملية اسمها عملية القص عملية القص دي هي عبارة عن عملية قطع أو فصل المعادن اللينا غير القصفة يعني ايه احنا متعودين في البيت احنا بنستخدم المقص العادي بتاعنا لا احنا لما ندخل بقى كطلبة كده هنستخدم مقص اسمه المقص القص المعادن مش هقص بيه ورق لا انا هقص بيه معدن المقص ده ممكن يكون يدوي وممكن يكون آلي حسب نوع المعدن لو المعدن عندي لين او غير قصف ودي من مميزات المعادن اللي لازم استخدمها في عمليات القص لازم يكون المعدن قصف يعني ناشف ما ينفعش اجيب معدن ناشف جدا وابدأ قوم بعملية القص عليه لازم يكون معدن لين طب هو ليه انواع اه طبعا ليه مقصات يدوية انا ممكن استخدمها عن طريق الايد واقص بيها وهنشوف مع بعض ان شاء الله في الحلقات وهنشوف فيديوهات شرح وكل ده كمان هناخده عملي وكمان فيه مقصات هيدروليكية او مقص برفعة اللي انا برفعه عن طريق ايدي وفيه المقص الهيدروليكي اللي هو بيشتغل بيتصمم او بيتبرمج وبيشتغل يقوم بعملية القص نشوف كده شكل ليه المقص ده المقص اليدوي اهو بيقص المعدن وفيه صورة هنا كده على الشمال سلسلة كده مكتوبة عليها امل ان شاء الله يا رب يبقى كلنا عندنا امل في بداية سعيدة في عام دراسي جديد ان شاء الله ودي برضو فكرة مشروع زغير احنا قلنا من خلال المادة النهاردة هنقدم بعض افكار للمشروعات الزغيرة دي ممكن تكون فكرة مشروع زغير انا ومجموعة من الطلبة زميلي حد بيكون يعرف يكتب خطه كويس يبدأ يكتب لنا او يبدأ يعمل زي ما كدت كده للكتابة وابدأ ان انا اجيب الخمات دي الخمات دي موجودة اللي هي زي الخمات اللي احنا شفناها بكلمة امل دي ممكن اجيب الخمات دي ونبدأ يعني يزميلي الخطه كويس يبدأ يكتب لي الكلمة وانا اقوم بعملية القص وقوم بعد كده بعملية سنفرة للجزء الخارجي من المعدن كل ده يعني هنتدرب عليه عمليا واعمل مشروع صغير وقلنا مش مهم ان انا اعمل مشروع يحقق لي ربح انا ممكن اعمل مشروع ان انا مثلا لما بجيب هدية لوحد صاحبتي او لحد من صحابي كولد او بنت انا بدفع فيها فلوس انا ممكن اعمل دي حاجة انا اعملها بنفسي وهتكون حاجة كويسة جدا وهتكون تكلفتها بسيطة علي وكمان هتحقق لي ذاتي ان انا عملت حاجة هدية لصاحبي بشغل ايدي خلاص هنا كمان فيه انواع للمقصات ده المقص اليدوي وده المقص ذات الرفع وطبعا ده بيستخدم حسب نوع المعدن عملية تاني المعدن هي عملية صناعية بتجرى على المعدن علشان اقدر انفز او بتتنفز بالضغط على المعدن بضغط على المعدن علشان اغير من شكله وبتتم اما يدويا او آليا يدويا او آليا بيتوقف عليها نوع المعدن لو المعدن بتاعي معدن لين اقدر اشكله ممكن انا اربطه على المنجلة وابده اعمل عملية ترك خفيفة عليه عن طريق الشكوش وبعض الادوات هيحصل عملية التن تب لو مادة صلبة لا لازم مكينات معينة تقوم بعملية التن ودي صورة برضو برضو فكرة مشروع صغير ممكن نعملها صورة بتوضح لنا ان انا ممكن اقوم بعمليات التن باديا وممكن اقوم عن طريق مكينات مكتوباش غالية برضو ممكن اعمل عليها وحتى لو انا ما عملتش مشروعي سنة اولى او ما كانش عندي افكار ان انا اعمل مشاريع صغيرة او ما عنديش القدرة دلوقتي انا ممكن اتضرب في اي ورشة ان انا اعرف حتى يكون عندي خلفية عن الحاجات اللي انا شرحتها النهاردة بعد كده الباب الخامس كل ده في النظري الباب الخامس تشكيل المعادن تعريف سباكة المعادن احنا قلنا ان كل جزئية في مادة التكنولوجيا هي تخصص بذاته في التعليم الصناعي سباكة المعادن دي تخصص تخصص سباكة المعادن احنا هناخد في التكنولوجيا يعني ايه سباكة المعادن وادوات سباكة المعادن وازاي اقوم بعملية سباكة المعادن كل ده بناخده في مادة التكنولوجيا تعالوا كده أنا نتعرف على تعريف سباكة المعيدن هي عملية تشكيل المعدن أنا بقدر أشكل المعدن عن طريق صهره وبعد كده أصبه في أوالب بيكون لها تجاويف خاصة بتأخذ نفس الشكل المطلوب يعني إيه؟ يعني أنا بجيب معدن زي معدن الحديد أو النحاس أي معدن قابل للصهر وببدأ أعرضه لضربة حرارة عالية جداً طبعاً بيتحط في إناء الأول وبعد كده بعرضه لدرجة حرارة عالية جداً لحد ما يصبح المعدن سائل أقدر أصبه بيتصب في حاجة اسمها الروازق ودي أدوات كتيرة جداً لعملية السباكة هنتكلم فيها بالتفصيل في حلقات قادمة مع بعض بعد ما بصب المعدن داخل الريزق ده طبعاً في خطوات الأول بتتعمل كم خطوة كده إن شاء الله نشرحها مع بعض بعد كده المعدن بيتصب بيكون النموذج أو الريزق ده واخد شكل معين بيبدأ يطلع لي المنتج اللي أنا عايزه ودي عملية اسمها عملية سباكة المعدن نشوف كده صورة مع بعض دي بتبين لي أهو زي ما احنا قلنا عبارة عن صهر للمعدن بيتعرض لدرجة حرارة عالية جداً شايفين المعدن ده السائل اللي نازل ده هو ده المعدن المنصهر عمليات الحدادة أو عملية الحدادة هي من أهم عمليات التشكيل المبدئي للمعدن بدون قطع ما بقومش بعملية قطع للمعدن وبتتم بتسخين المعدن لدرجة حرارة بيصبح عندها المعدن في حالة لدونه وبدي أترك عليها علشان الخام يأخذ الشكل المطلوب إيه الفرق من عملية الحدادة وعملية السباكة؟ إن عملية السباكة بيتم تعريض أو تعرض المادة أو المعدن لدرجة حرارة عالية جداً فبيحصل إيه؟ المعدن بينصهر بيتصب إنما في الحدادة أنا بعرضه آه لدرجة حرارة إنما المعدن ما يوصلش لدرجة الإنصهار يوصل بس لدرجة أقدر أشكل المعدن أو أقدر أقوم عليه بعمليات التشكيل وده بيتم برضو عن طريق أدوات إن شاء الله هناخدها في درس الحدادة بالتفصيل نشوف صورة مع بعض كمان بتبين عمليات الحدادة زي ما احنا شايفين كده دي هنا كده ورشة الحدادة ورشة الحدادة فيها أدوات كتير فيها سندين فيها مطرقة فيها كور فيها أدوات كتيرة هنتكلم مع بعض فيها بالتفصيل شايفين هنا كده المعدن؟ المعدن هنا ما نصهرش ما بقاش في حالة سيولة زي ما احنا لسه شايفين في السباكة لا المعدن بس يدوبك اقدر ان انا اعمله عمليات تشكيل طيب عمليات الحدادة زي ايه انا جبتلكم كده نمازج زي الراجل اللي بيعمل البوابات ورش الحدادة اللي بتعمل البوابات او بتعمل اللي هي اطارات الشبابيك او البلكونات هي دي كده عمليات الحدادة وببدأ اشكلها بالاشكال اللي انا عايزها ودي طبعا شينفع مشروع لان ده هيبقى صعب علينا احنا كطلبة ان انا اتعلم دي لان دي فيها خطر لان لازم قبل ما اشتغل في عمليات الحدادة لازم في تعليمات امان صناعي قبل ما اشتغل في اي عملية سواء للسباكة سواء للبرادة سواء للنشر للتقبل للخراطة كل عملية من اللي انا قلتها النهاردة او كل درس من اللي انا قلتها النهاردة لتعليمات امن صناعي هيتقال ان شاء الله في نهاية كل حلقة من شرح الحلقات دي لازم ان انا اتبعها ما ينفعش ان انا ادخل اعمل عملية الحدادة وانا مش لابس نضارة واقية او ان انا مش لابس جوانتي لا كل الحاجات دي لها تعليمات امن صنوعية تب هيفيدني بان انا اتدرب فيها في مادة التكنولوجيا ان انا ممكن انزل اشتغل اتدرب في الاجازة في اي ورشة وهتعلم كمان اساسيات وكمان هسخل نفسي وهتعلم مهم الباب السادس انواع عمليات اللحام يعرف لحام المعدن بانه وصل المواد المعدنية ده نوع اخر من انواع اللحام بوسطة التأثير بالحرارة او تسليت الضغط او معدن الحشو ويبقى اللحام ده بيتم بتلت عمليات يا اما تأثير بالحرارة بعرضه لدرجة حرارة او بصل الضغط عليه المعدنين مع بعض او بحط معدن حشو داخل او بين المعدنين اللي انا عايز اقوم بعملية اللحام عليهم ودي كده صورة دي عملية اللحام لو انا عايز اعملها بالتأثير الحرارة ودي عملية اللحام برضو بتأثير الحرارة والضغط وهنا عملية لحام بتأثير الحشو ان انا بحط مادة وابدأ زي ما احنا شايفين كده خطوة بخطوة ابدأ اضغط على المعدنين هيبدأ يحصل لهم عملية لحام فيه نوعين من اللحام نوعين مهمين جدا بيستخدمون في الورش هو اللحام الغاز بالاكسي ستلين والاكسي ستلين اختصار لكلمة اكسجين دول عبارة عن ايه الستلين ده غاز والاكسي اختصار لكلمة الاكسجين عبارة عن ايه عبارة عن امبوبتين امبوبة مملوقة بغاز الاكسجين وامبوبة تانية مملوقة بغاز الاستلين ايه اللي بيحصل لهم بيتوصلوا مع بعض عن طريق خرطومين كده وفيه معيهم جزء بيطلع ده ايه اللي بيحصل بيحصل تفاعل بين الغازين دول بيحدث عنه درجة حرارة او بيحدث عنه حرارة بنبدأ نستخدمها في عمليات اللحام وزي ما احنا اتفقنا احنا هنتكلم زي ما احنا بنتكلم كده نظري في الفصل وبنشرح طب العمل احنا هنشوف الامبوبتين معانا وهنمسك المعدن وهنبدأ نقوم بعملية اللحام عمليا داخل الورش اللحام بالغاز الاكسستلين هو بستخدمه عشان اوصل الاجزاء المعدنية وبيتحقق ذلك بوسطة صهر المعدن يعني بصهر المعدن بعرض الحرارة دي ليه صهر حواف المعدن بصهر اطراف او اجزاء او حواف المعدن وبعد كده بوصلهم ببعض بالضغط طبعا جامد جدا فهيحدث اندماج لزرات المعدن فهتكون رباط قوي ده بعد ما تبرد وتتجمد ودي صورة ليه انابيب الغاز الاكسستلين هنا كده دي مكتوب هنا عليها حتى هنا اكسجين وهنا كده استلين دي الانبوبة فيها اكسجين وانبوبة فيها استلين والخراطيم دي وطبعا العدادات دي بتثبط لي القيمة اللي هتطلع عليها بيحصل تفاعل كيميائي وببقى استخدم ودي طبعا احنا قلنا ما ينفعش نعمل اي عملية بدون استخدامات الامان الصنوع دي بعض الادوات اللي بستخدمها في عمليات اللحام بالاكسستلين وهنا برضو احنا دي صورة كده بتوضح ازاي الفني بيبدأ يقوم بعمليات اللحام لحام القوس الكهرابي بيستخدم او بيستعمل فيه طيار مستمر او طيار متردد وعادة ان هم بيستخدموا الطيار المتردد عشان ما لجأش ان انا استخدم محول ده بيكون اسهل علي ويتم اما باستعمال اقطاب كربونية او معدنية وهنا كده صورة لمكينة اللحام سلك اللحام السلك الاردي ودي الترابيزة او المكان اللي انا بقوم عليه طاولة اللحام وهنا بيبقى عندي فرشة كده بنضف بيها المعدن قبل عملية اللحام ده كده المحول او مكينة اللحام اللي ممكن تحول لي الطيار من طيار متغير الى طيار مستمر وعن طريق مفتاح ببدأ ان انا اغير او اعلي الانبير حسب الشغلة اللي عندي دي برضو كده ادوات لعملية اللحام بالقوس الكهرابي الفرشة دي بستخدمها ان انا بنضف نقطة اللحام قبل وبعد والشاكوش ده ان انا بشيل الجزء الكربوني بعد عملية اللحام طبعا احنا هنتكلم عن كل الحاجات اللي انا قلتها دي او كل الدروس اللي انا قلتها دي بالتفصيل ده انا بقول مجرد عنوين تستفيدوا بيها علشان لما تدخلوا وتسمعوا عملية اللحام الغاز الاكسستلين ايه ايه يا ميس العملية لا ده احنا حتى بس خدنا فكرة عن الدروس اللي احنا هناخدها ان شاء الله في المنهج النظر اللحام ده هنتكلم عنه درس بالتفصيل وهنشتغل فيه في الورشة طيب احنا كده خلصنا الجزء النظري بتاع مادة التكنولوجيا خلاص ابدأ انزل بقى لجزء العملي الجزء العملي في مرحلتين او في جزءين اول جزء تشغيل المعادن وتشغيل المعادن ده بيحتوي على الباب الاول اللي هو ورشة البرادة ورشة البرادة دي هنتكلم فيها عن ايه هنتكلم فيها عن المبارد والمنشار وازاي بركب المنشار اسلاح المنشار وازاي بقدر استخدمه وانواع المبارد وازاي بستخدمه احنا مش هنتكلم احنا هنشتغل احنا هنشتغل عملي داخل الورش في ورشة البرادة هشتغل عملي همسك المبرد واشتغل همسك سلاح المنشار وركبه في البرواز او في اطار سلاح المنشار وهشتغل بيه عمليا هربط البنطة في مكينة المسقاب وهشتغل بيها عمليا ده الجزء العملي الباب التاني من الجزء العملي ورشة التشغيل ودي بتعرف فيها على المكينات الموجودة في الورشة في التخصص بتاعي زي المخرطة وزي المتقاب وزي المكينات اللي موجودة عندي هنا كده دي صورة بتوضح ان احنا هنشتغل بقى هون خلاص احنا هنبدأ نشتغل في الورشة هبدأ امسك التمرين وابدأ اقوم بعملية البرادة زي ما احنا شايفين وكمان قبل ما اقوم بعملية البرادة هعرف انا امسك المبرد ازاي واقوم بعملية البرد ازاي ومكوناته ازاي وايه هي الاخطاء اللي انا ما عملهاش عشان اطلع عملية برادة سليمة دي برضو منشار ازاي اقف الوقفة السليمة وازاي اقوم بعملية النش وازاي زي ما احنا شايفين كل منشار ليه سمك او ليه طريقة معينة ليه التمرين سمك التمرين بيتحكم فيه المنشار باختلاف او بيختلف فيه المنشار حسب استخدامه هنا كده دي بعض الادوات في ورشة البرادة زي المبارد زي المنجلة المنجلة اللي هي اللي بلقون الأخضر الكبيرة دي دي بربط التمرين بين فكين المنجلة هنا كده وبربطه عن طريق اليد دي وببدأ اقوم بعملية البرادة او عملية التق برضه من ضمن العمليات اللي انا هشتغل فيها عمليا زي ما احنا قلنا الشنكرة باستخدم ايه باستخدم البراجل برجل خارجي برجل بشكتين برجل داخلي وكل نوع من انواع البراجل دي ليه شرح مفصل هنتكلم عنه التقب التخويش البرغلة دي عمليات متصلة مع بعض هنشتغلها ان شاء الله في الورشة هبدأ الاول اعمل التقب احدده وبعد كده اقوم بعملية التقب على مكينة المسقاب وبعد كده اعمله تخويش يعني توسيع كده للتقب علشان اقدر اعمل عليه عمليات زي عمليات التخويش او زي عمليات البرشمة مش احنا ساعد بنشوف كده يعني جزء فيه مصمار كده بنبرشم احنا هنقوم بالاجزاء دي كلها عمليا داخل الورش ان شاء الله احنا قلنا الجزء العملي بينقسم الى شقين خدنا اللي هو الجزء الاول اللي هو تشكيل تشغيل المعادن الجزء التاني بقى تشكيل ولحام تشغيل المعادن ده احنا قلنا ازاي تشغيل ولحام او تشكيل ولحام الباب الاول بيتكلم عن اين التشكيل التدريب على عمليات الحدادة واللحام هنشتغل عمليات حدادة واللحام داخل الورش والتخصصات الباب التاني اللحام بالغاز برضو هنتضرب على عمل وصلات لحام بالغاز الاكسيستيلين الباب التالت اللي هو اللحام بالكوس الكهرابي وده هنتضرب فيه عمليا على عمليات لحام القوس الكهرابي هنلحم هنلبس الخوزة وهنلبس الادوات او الحاجات بتاعة اللحام وهنبدأ نشتغل عمليا داخل الورش الباب الرابع نمازج المسبوكات نمازج المسبوكات الباب الرابع ده احنا اتفقنا انه هو درس كبير جدا بس في العملي هنعمل ايه في العملي هناخد الخطوات اللي احنا قلناها في النظري هنطبقها عمليا هجيب الريزق وابدأ احط فيه النموذج وابدأ اعمله اضغط عليه بالرمل وابدأ اعمل عملية الصب بمراحل كتيرة هنشتغلها مع بعض ان شاء الله داخل الورشة احنا اتفقنا انه في مادة التكنولوجيا مادة مختلفة اخد الجزء النظري فوق انزل اطبقه عمليا فانا عمري ما هنساها كمان في الباب الخامس سباكة المعادن سباكة المعادن دي زي ما احنا قلنا النماذج بتاعت المسبوكات النموذج اللي انا بعمل بيه عملية السباكة بيصممه مين بيصممه الفني الفني اللي هو مين المستر بتاعي او الميس وانا كطالب او كطالبة احنا بنقول عايزين مثلا نعمل شكل مستطيع طب بنعمله بايه هنعمله بالخشن او هنعمله بالبلاستيك او هنعمله بمعدن ايا كان نوع حسب نوع المعدن اللي هيتصب فيه طيب النموذج ده احنا بنعمله بمقاسات معينة واننفزه داخل الورشة علشان نتدرب على عمليات النماذج للمسبوكات تعريف النماذج هي عبارة عن اشكال هندسية زي ما انا لسه قيلة بيقوم بتصميمها الفني المتخصص في ورشة النماذج باشكال واحجام مختلفة حسب المطلوب حسب المطلوب مني بصمم النموذج هنا اهو مثلا النموذج ده مثال كده النموذج من الخشب احنا كان عبارة عن قطع منفصلة وبناخد لها مقاسات وبنبدأ نجمعها مع بعض دي كمان عملية سباكة المعادن وزي ما احنا قلنا صهر المعدن وصبه داخل نماذج او داخل اشكال محددة بتطلع لنفس الشكل المطلوب هنتكلم بقى شوية كده مع بعض دي كده مادة التكنولوجيا العامة خلصنا كده كل الابواب اللي فيها خلصنا الابواب النظرية وقلنا كل باب من الابواب دي هنتكلم عنه بالتفصيل جدا 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 من خلال حلقاتنا في بدايات العام الدراسي واستفدنا ايه استفدنا ان انا دلوقتي اول ما ادخل الورشة انا هيكون عندي معلومة بشكل المبرد على الاقل انا مش عارف بيشتغل ازاي احنا بس خدنا معلومات بسيطة بس لو شفت شكل المبرد هقدر حتى احدد الشكل اللي انا شفته المنشار اه انا اول ما شوفه اه ده منشار انا حتى شفته في الحلقة وعرفت ان ايه ازاي قوم بعملية الناشرة عليه يبقى مادة التكنولوجيا العامة لازم تطور اللي احنا خدنا ده سنقوله اساسيات مجرد حجر اساس بعرف بس المبرد ده هو عبارة عن ايه وبيعمل لي ايه انما لما ابدأ اشتغل به طب فيه تطور للمبارد والمناشير والمقصات والمخرطة اه طبعا فيه تطور ده المخرطة دي حصل لها مية تطور اخر تطور للمخرطة مخرطة cnc دي مبرمجة بتبرمج حسب الشغلة المطلوبة وبحط الخام التمرين بتاعي بيطلع لي بالشكل المطلوب خلاص فيه تطور للفكرة انما انا هنا عندي ايه عندي الافكار الاساسية طب انا عشان اذاكر مادة التكنولوجيا اعمل ايه هنقول كده شوية نقاط مع بعض نقدر نذاكر بيها مادة التكنولوجيا العامة اول حاجة من اهم الارشادات لمذاكرة المادة اخلاص النية واختيار الوقت المناسب يعني ايه هو احنا لازم نخلص النية واحنا بنذاكر اه طبعا لازم بص يا سنقول اي حاجة بعملها بحب اي حاجة بعملها بحب بقدر اطور من نفسي فيها وبتطلع ناتجتها كويسة جدا فلازم اخلص نيتي وانا بذاكر طب اختيار انا حبي بالمد انا عايز يعني اذاكر عشان اتعلم مش بس بذاكر عشان امتحن طب اختيار الوقت المناسب هو انا بختار الوقت المناسب اه تقدر تذاكر بالليل ولا بالنهار طيب انا بالليل انا بحس بهدوء اكتر وبحس ان انا ما فيش تليفونات كتير وممكن قاعد اذاكر وعندي وقت والدنيا هدوء ذاكر بالطريقة اللي تعجبها طب انا لا اطالب تاني او طلبة تانية لا انا بحب اذاكر بالنهار أنا ممكن لو احتاجت أدوات أنزل أشتريها ممكن لو احتاجت أتصل على زميلي أكلمهم ممكن لو احتاجت أتصل على المستر أسأله في حاجة برضو ذاكر بالطريقة أو بالوقت المناسب اللي رايح تاني نقطة حدد الدرس وسجل الملاحظات والأفكار أنا في مادة تكنولوجيا بحدد الدرس اللي أنا هذاكره أحدده إزاي؟ عن طريق الألم الفسفوري ده والكتاب ببدأ أعمل عليه علامات أنا النهاردة خدت درس المخرطة هسجل أو أحدد الدرس طب وأنا بذاكر في حاجات مش فهمها أعمل إيه؟ بدونها أو بسجلها بسجل الأفكار اللي أنا مش فهمها أو أفكار أنا اكتسبتها فكرة جديدة أنا هبتكرها على المدرس ممكن أقولها له المرة الجاي أبدأ أكتبها وكمان أعمل إيه؟ وكمان لو أنا مش عارف سؤال أبدأ أكتبه في جنب الكراسة عشان أبدأ أسأل عليه المستر عمل ملخص للدروس بطريقتك أنت أنت اللي بتلخص الدرس أنت اللي فهمته أنا المستر شرحولي في المدرسة أنا بقى عايز ألخصه أنا كطالب بعمل إيه؟ ببدأ أفتح الدرس وأقرأ العنوان الأساسي وأكتبه كده في ورقة لخص بطريقتك عايز تلخص في الكراسة؟ لخص عايز تعمل التلخيص سؤال على هيئة سؤال وجواب الطريقة اللي تعجبك لخص بيها حسب الطريقة اللي انت بتفهم منها كل واحد مننا يا أولاد بيفهم بطريقة مختلفة أو درجة استعابه بطريقة مختلفة فيه ناس لما تسمع المعلومة بس تثبت في دماغها فيه ناس تانية لازم تكتب وتسمع كل واحد بيذاكر بالطريقة اللي تريحه أو حسب قدراته إيه كمان؟ التركيز على الأجزاء اللي تم شرحها عملي في صورة نقاط مسلسلة يعني أنا عرفت إزاي عرفت إزاي وأنا واقف على مكينة المتقاب عمليا أعمل إيه أول حاجة عملتها إيه أول حاجة عملتها أنا ربطت البنطة وبعد كده ربطت التمرين في المنجلة وبعد كده مسكت اليد وقمت بعملية التقب أنا أقول النقاط دي فيه نقاط مسلسلة عشان تسهل علي عملية المذاكرة الاستعانة بالزملاء ومدرس المادة أنا وأنا شغال أو الميستر كان بيشرح أنا فيه نقطة ما ركستش فيها فبعد ما روح البيت ممكن أتصل بزميلي أو زميلتي طيب أنا فيه نقطة معاينة ما فهمتهاش هو هيزجني معلومة وأنا هضيف عليه معلومة طب زميلي أو زميلتي ما عرفتهاش أعمل إيه أتصل على الميستر وابدأ أسأله واستفيد من المعلومات ربط المادة بالرس وحل نماذج انتحانات سابقة أهم نقطة في المذاكرة في مادة التكنولوجيا هي النقطة دي ليه؟ لأن مادة التكنولوجيا مش مادة عادية مادة كلها رسم المادة فيها كتير جدا من الرسم يا أولاد حتى في الامتحان بيجي يقول لي ارسم وممكن يجيب لي الرسم يقول لي يقولي الأجزاء فلازم وأنا بذاكر أربط المادة بالرسم يعني وأنا بذاكر المبرد وبقول أجزاء وأرسمه أرسمه بطريقتي بالطريقة اللي أنا أقدر عليها ومرة في مرة هلاقي نفسي برسمه بالطريقة السليم ربط المادة بالرسم وحل نماذج امتحانات سابقة دي نقطة مهمة جدا احنا قلنا لازم نحل امتحانات هنشوف كده دلوقتي بعض النماذج للامتحانات ونعرف إزاي المادة بيتم تقييمها بيتم تقييم المادة المدرس بيقيمني فيها بامتحان نظري في الفصل عن طريق أسئلة زي ما احنا قلنا تعريفات للمبرد ارسم المبرد الحاجات دي كلها دي تقييم نظري طب التقييم العملي بيتم تقييم إزاي كطالب المصدر بيديني التمرين ويديني الرسم بتاع التمرين ويقول ينفذ لي التمرين ده الرسمة دي على الخامة اللي قدامها ده تقييم المادة دي كده بعد أسئلة الامتحانات زي ما احنا شايفين المنشار فيه نقاط كده يقول لي عرف يعني هنا كمان بيقول لي برضو المنشار عرف بس مش أكمل يعني وهنا بيقول لي اشرح مع الرسم شايفين النقطة دي اشرح مع الرسم تركيب البنطة الرسم مهم جدا هو وفيه هنا بعض القوانين البسيطة في مادة التكنولوجيا العامة لازم برضو نذاكرها هنا كمان ممكن ييجي سؤال صح وغلط وأكمل وهنا بقى السؤال اللي أنا بقول عليه ارسم ارسم زاوية البنطة ارسم زاوية ألم المخرطة اذكر مميزات وعيوب بعض الأجزاء اللي موجودة عندي وبكده احنا النهاردة نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا عرفنا مادة التكنولوجيا العامة الهدف منها ايه وعرفناها يعبار عن ايه وعرفنا ازاي المادة كيفية تقييمها للطالب نظري وعملي وعرفنا ازاي بنقدر نذاكرها وبكده حلقة النهاردة تكون خلصت وان شاء الله نتقابل في حلقات قادمة وإلى اللقاء ان شاء الله